رد فعل اهلك ايه؟ بصي انا اهلي من ساعة طبعا ما يعني شافوني وقع في المستشفى بهورتاتكس وشاجات كده فهم ادوني مساحة امنة جدا يعني ادوني مساحة ان هم يحاطوني بحب ويسيبوني اعمل لنا حسين عندي كوليد؟ عندي بنوتة عندي كمسان؟ عندي 13 سنة احساسها ايه لما بتجي تعملي بودكاست؟ بصي في الاول كانت مستغربة شوية انتي بتعملي ايه؟ انتي مجنونة بقى خالص وكذا اه مامي بقى هتفضحنا على السوشيال ميديا بس هي دا ما كانش محتاج سوشيال ميديا ولا محتاج ان هو استنى عمل بودكاست هي كانت في مرحلة مامي هتفضحنا كده ولا كده اه اه هفهم طبعا فمنه هي يعني عشر سنين وهي مامي يعني عارف لو ما استنيتش 13 مثلا اه اه بس دلوقتي بصراحة هي اه 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 فخورة بك اه فخورة بال بالحصل فهمها بالنتيجة انه بودكاست ومش انه سوشيال ميديا ومش دا انا حاست ان امها اتغيرت اه حاست ان امها بقت مبسوطة اكتر وبعبر عن نفسي وبطالة كريتيف انرجي بتاعتي فبالتالي بديها بسمح لها ان هي كمان تعبر عن نفسها بتعرفة زي ولادنا برضو بيقلدوا بيقلدوا بزبط هما بيقلدوا فده كل ما انا ببقى يعني انا لو انا تعبانة هي هتلاقيها مغلق لو انا فخورة بنفسي وحبة اللي انا بعمله هتلاقيها هي كمان بتعمل دا فطبعا ده كان من احلى الافكتس يعني علينا احنا الاثنين الحمدلله على قد ما الوقت اللي فاده كان صعب جدا علينا انه هو انا وهي في الاخر انا وهي الوحدان فكان على قد ما هو امتحان على قد ما هو عارفة ري بيرث جميل قوي يعني او ولادة جميلة قوي ولادة جميلة او جدا جدا يعني الحمدلله طيب رد فعل الناس على السوشيال ميديا كنا اعمل ازاي بعد اول حلقة؟ اللي هنقدر نقول ان انت من اول الناس اللي عملت بودكاست اتعرفت على السوشيال ميديا بصي انا كل التعليقات كانت بوزيتف غير طبعا موضوع اللغة عشان انا اشتغلت على نفسي ان انا بقى بتكلم عربي او فهم بيقولوا لك مثلا انت بتعملي ميكس الانجليزي مع العربي في الحلقة او بالضبط فانا عشان اقدر ان انا اعمل اعالج القصة دي ترجمت كله بالعربي كله بالانجليزي ان كمان فيه ضيوف اجانب اجانب فقلت ان دي طريقا هي اقدر اوصل الرسالة من غير ما يبقى فيه جذب وشد بس يعني بصراحة التعليقات كلها جميلة جدا من الناس عايزة تشارك في البرنامج ومن الناس ملهمة جدا ومن الناس حبة قوي يعني كلها بصراحة كانت حاجات بوزيتف وجميلة جدا يعني تخلينا استمر قصة غير كده هتستمر ليه يعني ساعات الواحد الرسالة بتبقى قوية بس بيبقى محتاج برضو تحفيز وتسقيف يعني صح